أعلنت الخارجية السعودية أنها أبلغت الإدارة الأمريكية موقفها ثابت بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 ووقف العضوان الإسرائيلي على غزة وذكرت الخارجية السعودية أنها أصدرت بيانها في ضوء ما ورد على لسان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للتأكيد على أن موقف السعودية كان ولا يزال ثابتا تجاه القضية الفلسطينية